السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقنية راهبة جدا. لو هي ان انت بتشغل القاميرا واي حاجة انت بتعملها بتتحط على الشخصية اللي انت عايزها. يعني انا مثلا بتشغل القاميرا وبحرك وشي وحطت صور مان باتمان اي حاجة اخرها بمان يبدأ ان هو يخليها تحرك نفس الحركات. الشفايف العين الشعر كل حاجة. سواء شخصية كرتونية سواء شخصية حقية يعني ممكن مثلا رئيس اي دولة تخليه يعمل الموضوع دوت. فحاجة رهيبة بشكل غريب. الغريبة ان هي سهلة جدا يعني مش محتاج منك اي برمج والحاجة خالص. مجرد بتحسس تحط الصورة وتشغل القاميرا. تمام يعني مجرد ان انت مسلا تيجي هنا وتختار دي طوام في حاجات كتير موجودة جاهزة. ممكن تختار مسلا صورة لية او صورة حد تاني. تمام بس يعني لو انت اخترت صورة حد تانية ممكن تتعمل لك مشكلة. اهو خلاص انت كده اخترت الشخصية وتبدأ بقى تشغل القاميرا. تمام اهو وهنا بقى بشرح لك الخطوة اللي انت بتعملها. طبعا الموضوع ده هيعمل مشاكل كتيرة لان ممكن حد يستخدم استخدام خاطئ. فحاولوا ايه ما حد يستخدم استخدام خاطئ. يعني لو انت زورت حد ورفعت الفيديو ممكن القناة بتاعتك تتقفل. لو انت عملت حاجة مش مصبوطة مش صح. كده خلنا الفيرست. اللاست بقى ممكن تشغل بقى كاميرا او حاجة زي كده تبدأ ان هو يلقط ويبدأ ان هو ياخد الحاجة ويبدأ يحرك. يعني ان حاول نحنا نفهمها ونحاول نحنا نشك في اي حاجة بعد كده اكتر من اللازم. يبقى عندنا برانوية كده. اساس ان ممكن حد يتكلمك على اساس انه شخص تاني وفي الاخر تكتشف ان هو لا فيه تزوير وفيه حاجة زي كده. تمام? ودي الجايد لو انت حابب ان انت تتحكم.